أستاذ حيدان لحد هذه اللحظة يعني التار الصدري مبتعد على العملية السياسية وبالتالي من يلتقي ولا يتخذ قرار بالمشاركة أو الانتخابات القادمة لحد هذه اللحظة أعسى ما أعرف بعد شهر على سنة الجائية ما أقدر أصرح بهذا الشكل ولكن أقول لحد هذه اللحظة ربما المؤشرات تشير إلى عدد مشاركة أكثر من المشاركة ما فيش أشياء محفزة اليوم لسيد مقتد الصدر حتى يقعد بشكل واضح إذا كان الآخرين يريدون البقاء على نفس الوضع على نفس النظام على نفس الآلية على نفس المعايير على نفس الأعراف السياسية التي لن تحقق ما يصب إليه المواطن وهي عملية تفكيك أزمة الثقة التي حدثت ما بين الأغلبية الصابة الممتنة على الانتخابات وما بين هذه الأحزاب قال السيد مقتد الصدر هو الجزء الأساسي من العملية السياسية عزيزي هذا كلام سياسي بالواقع لا يوجد لديه تطبيق حقيقي المهم أقول أن من يتفاوض أو من يلتقي أو من مع سفيرة الشر ومع وزير خارجية الشر هم رئيس الحكومة وقيادات الإطار التنسيقي وبالتالي من يتحدث اليوم عن أن يكون العراق له دور حقيقي في تخفيف الأزمة في إيقاف القتال أعتقد غير منطقي وغير لأن كل هذه اللقاءات لحد هذه اللحظة السفيرة هي مؤيدة للضربات الصهيونية على أبنائنا في غزة وأطفالنا في غزة وفي لبنان وفي بقية المناطق الأخرى ما طلعت السفيرة مثلا اعترضت فيهم أو غردت أو انتقدت العمليات الإجرامية لا السفيرة ولا وزير خارجية ولا الإدارة الأمريكية بالعكس هي متبنية وداعمة وبالتالي اليوم هذا الموقف أمام الجمهور والقواعد الشعبية اللي يتحدث عنهم الدكتور حيدر هذا أيضا سبب إشكالية جديدة أنت اليوم شنو موقفك شنو دورك أنت تشجب وتستنكر فقط وبالتالي يعني شوف حتى على مستوى المساعدات هنا نتحدث عن الحكومة الحكومة موقف حكومي لكن بالمساعدات من تصدر هذا الموضوع هي المرجع الدينية والتار الصدري فقط يعني بمساعدات مستمرة مستمرة على العكس وموظيفة الصدر موجود مفتوح في سوريا وفي لبنان في نفس الوقت وهي ليست المرة الأولى بهذا الاتجاه قبلها أيضا سيد مقتدر صدر طالبه من ملك الأردن بالسماع لإيصال المساعدات لأبنائنا في غزة ووصلت هذه المساعدات بالنتيجة اليوم أقول حديث الدولة أو حديث الحكومة أو الحديث القادم لا يتبع أنه التار الصدري لا اليوم أنت الموجود في المشهد ما هو دورك؟ كيف تحدد هذه الأولويات طبعا؟ لسا أنا يعني مو منتقد أنا أقول اليوم أن كل الأدوار هي مهمة عملية الاستاند مهمة وعملية المشاركة مهمة لأن البعض ربما وهي بعض الفصائل الموجودة داخل إطار التنسيق يعني مرأي التيار ترى بأن حتى لو لم تشترك العراق أو تشترك فصائل المقاومة فإن إسرائيل سوف تقوم بضربها وبالتالي لماذا تنتظر الضربة حتى تبدأ بعدها تقول أنا أبدأ أشارك أو ما أشارك